يبدأ طلع الفة 2 الفة 1. ايش هم ما الفة 2 الفة 1? هم الـ الـ راح يكون S- في S- مينس 10 مظبوط. الـ راح يكون S- او زائد 10 في S زائد 10 فراح اطيني S سكوير زائد 10S وزائد 10S زائد 20S وزائد 100. اتأكد انه شغلي مظبوط ما حطيتش اشي غلط بالهاي مظبوط. بطلع عندي S سكوير زائد. اذا الفة الفة 2 بتساوي 100 الفة 1 بتساوي 20 و الفة 0 بتساوي 1. مين بدي اقارن الان? الفة 1 بمين بدي اقارنها? بـ 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 ايها و الفة 2 بدي اقارنها بمين? ايها اذا L بتساوي T O انتبهوا على هاي هلا ما رح يأثر عن حل عندنا زي ما كنا نحل بالاول بس احنا سمينا هادي T O مش T انترس T O انترس ألفة 2 مينس A 2 و ألفة 1 مينس A 2 T O أصلا هي بهاي الحالة ما رح تأثر اذا نصف عندي ألفة 2 قديش ألفة 2 رح تصير 100 مينس 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 20.6 مينس 20.6 مينس 20.6 و ألفة 1 20 مينس 0 0 فبتصير عندي L 120.6 و هاي 20 هلا شو رح اعمل فيزيكلي وان خلينا نطلع من ناحية واقعية شو رح اعمل هاي بذول الأرقام اذا نضرب هذا الاررر الاررر هذا مش عندي Y وحدة و Y هات وحدة ما بطلحهم بطلع معي سكيلر اللي هو Y مينس Y هات رح اضرب الآن Y مينس Y هات مرة رح اضربه في 120 و مرة التانية رح اضربه في 20 هذا Y مينس Y هات رح يطلع معي الرقمين هدول هذا رح يصير 120.6 مضروب في Y مينس Y هات وهذا رح يكون 20 مضروب في Y مينس Y هات هذا مين بده يروح للباث اللي جاي تبع X1 أو X1 وهذا مين رح يدينين جماعة فلو بدنا نحطهم بشكل خلينا نوقفهم حيني عشان نكتبهم بشكل واضح هلأ رح تشوفوا في الموديل رح يدينين